بس إحقاقاً للحق إحقاقاً للحق هذا الرجل لابد أن يأخذ حقه كاملاً كاملاً محمد عبد الشافي لاعب ما بتجيش عليه الأضواء كتير عشان هو بيبعد عن الأضواء عشان هو بس مركز في الكرة بس مركز في الكرة والله الزمالك حلته وحشة هتلاقي عبد الشافي كويس والله الزمالك حلته رائعة هتلاقي عبد الشافي كويس والله في أزمات في نادي الزمالك هتلاقي محمد عبد الشافي كويس والله الزمالك مستقر جداً فهتلاقي محمد عبد الشافي كويس لا هتلاقي محمد عبد الشافي عنده صفحة تهلهل باسمه على الفيسبوك وتقول الجميل الجامد الحراء اللي مش عارف ايه ولا هتلاقي له تصريحات نارية ورنانة وازمات ومشاكل ولا هتلاقيه يتحدث عن المنافسين ولا هتلاقيه بيقول انا نجم الفرقة ولا هتلاقيه بيتخانق على تعاقد ولا بتلاقيه بيتخانق على فلوس ولا بيقول اصلا الكابتن ولا بيقول اصلا استحق واستحق واستحق ولا بيعمل اي حاجة خارج اطار الملعب والتسعين دقيقة والتدريبات لعيب اقرب للمثالية لعيب رائع لعيب نموذج 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 للاعب كرة القدم عالميا ده النموذج بتاع لعيب الكرة لما بيقول لعيب الكرة ده المفروض يعمل ايه يشتغل كويس يأكل كويس يشرب كويس ما يصهرش ما يركز غير في الملعب لما نحتاجه نلاقيه لما يقعد دكة ما يعملش ازمة لما يبقى اساسي يبقى جيد بدنان يحافظ على نفسه عشان هو متقدم في العمر كل ده بيعمله محمد عبدالشافي لما تيجي بقى تقول لي أصلسين أسطورة أصلصاد أسطورة أصل ده اللعيب العظيم أصل ده اللعيب اللي ما جابيتوش مش عارف ايه هو محمد عبدالشافي وبس مع كامل الاحترام للجميع مع كامل الاحترام لكل المواهب والإمكانيات وكل شيء بس لفظ أسطورة ده ينطبق بصراحة شديدة على محمد عبدالشافي ايه الأداء ده ايه الرجولة دي ايه الجاهزية دي ايه الخبرات دي ايه لمسة الكورة اللي فيها كل الزكاء ده سواء في الناحية الهجومية أو في الناحية الدفاعية فالراجل ده لازم دائماً وأبداً نسلط عليه الأضواء عشان هو ما بيدورش أبداً على الأضواء فمن حقنا أو من حقه علينا ان احنا اللي نروح ونسلط الأضواء عليه ايه ده ايه الجمال ده فوست يعني كل حاجة غريبة بتحصل في الكورة فوست أحياناً عبس تلاقي نموذج حلو تتكلم عنه تقول كلام حلو نطلع احنا كناس بتشتغل في الأعلام نلاقي حاجة حلوة ومنورة وحاجة تفتح النفس ونقول يا سلام يا سلام لو كل لعبتنا كده يا سلام لو كل مدربيننا كده يا سلام لو كل مسؤولين الكورة كده يا سلام تخيل لو احنا عايشين حياة كلها محمد عبد الشافي في كرة القدم تخيل هتبقى الحياة عاملة ازاي السلام سلام وبس يعني والله قطر خيره قطر خيره اللي خلانا نعرف او نلاقي حاجة نقولها حلوة في وسط تحاجات كتيرة مش حلوة فقط تخيله يعني تحاجات كتيره اللي خلانا نعرف